اشتركوا في القناة استعرضها وإياكم خلال هذه المقدمة والبداية مع مجموعة من المؤتمرات التي تم تنظيمها في الأردن اشي تم إلغاء واشي تم استماح به اشي بيحكي عن البهائيين واشي بيحكي عن حفلات لفرق يعني بعيدة عن قيم الأردنيين وعن أخلاقهم فرقة مصرية ممنوعة من الغناء في مصر تروج للمخدرات وعننا دائرة مكافحة المخدرات وعننا مرتبات من مكافحة المخدرات ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحدوا من انتشار هذه الظاهرة احنا منروح منجيب فرق موسيقية غنائية بغنوا بأسماء الحشيش والمخدرات وحلوها بعيون الشباب بالإضافة للكثير من النوعات والخمور وغيره وهذا يتم تنظيمه بملتقيات وفي أماكن رسمية في الأردن بالمقابل تم إلغاء عشرات الفعاليات عشرات الفعاليات وأذكركم فعالية واحدة فعالية تتعلق بالقدس والأقصى والفتح العمري كانت في منطقة حينزال تم إلغاها دون إبداء أي أسباب وكانت في عز الصراع بين الأردن الرسمي والعدو الصهيوني ومع هيك تم إلغاءها ولا فيها أي مخالفة هي عبارة عن كلمات وعبارة عن أنشيد تتغنى بالقدس وتتغنى بالأقصى تم إلغاءها وحموا بيك ومش عارف مين هذول أول مرة أنا أسمع فيهم ولكن طلعت على نصوص غنيهم قمة في الإنحطاط قمة قمة في الإنحطاط ويتم فرد لهم المدينة الرياضية والقاعات الكبرى في الأردن اللي أنا لو الآن بدي أن نظم شيء وفيه فكر وفيه ثقافة حقيقية وفيه دين وفيه عقيدة لتم منعه حتما وأنا جربت خطوط هذا المجال على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإعلامي بتنظيم مجموعة من الفعاليات اللي بيتم إلغاها بكل سهولة من المحافظ عدم إعطاء الموافقة ويتم إعطاء الموافقة لمثل هؤلاء تناقضات غريبة عجيبة في بلدنا أحد هذه المؤتمرات مؤتمر كان للتنويريين خلال هذا المؤتمر تم علاهنا العمان عاصمة للتنويريين حضر التنويريين اللافت في المؤتمر هؤلاء هم التنويريون الذين يعني دعوا إلى هذا المؤتمر وعلى رأسهم طبعا وزير الثقافة الجديد اللي طويسي يعني كانت بداية عهده في الترويج لموضوع التنوير المصطلح جميل التنوير هو المقابل للتنوير الظلام والمقابل للتنويريين الظلاميين وإحنا مع موضوع التنوير والتنويريين ماشي الحال من هم؟ الفكرة أن هذا المصطلح بغض النظر عن تعريفه في القاموس لما أدخل على القاموس وأعرف شو تعريف التنوير والتنويريين لكن تعريفه على أرض الواقع على الإجراء العملي هم عبارة عن أعداء الدين هم عبارة عن العلمانيين هم عبارة عن أشخاص ما بيظهروا عداءهم للدين ولكن يظهروا بأن الدين عبارة عن رجعية وعبارة عن تخلف والتمسك بالنصوص الشرعية والعقائدية هو سبب من أسباب الظلام والابتعاد عن الظلام يكون بالابتعاد عن الدين التجربة العملية أثبت ذلك أنا لا أقول أن هؤلاء الأشخاص بالضرورة كلهم ولا مع الاحترام لبعض الشخص الله أعلم ومنهم وزير الثقافة نتوسم فيه خيرا ولكن الحديث عن موضوع التنوير أصبح الآن مرتبط بالحقيقة يعني مرتبط بالتيارة العلمانية بشكل عام والصحفيين والكتاب العلمانين اللي هم يكرهوا الدين ويكرهوا الإسلام ويكرهوا القرآن طبعا ما بيقدروا يصرحوا بذلك فبيحكوا أننا نكره الإخوان والسلمين مثلا أو أننا نكره بدل ما نكره الإسلام نكره الإخوان بدل ما يحكوا من نكره القرآن نكره جمعيات المحافظة على القرآن كذا هيك وبعضهم يتجرأ ويتحدث بصراحة عن النصوص الدينية ويشكك فيها ويشكك بالتراث ويريد أن يجدد الدين كما تحدث أحد الزعماء الإنقلابيين العرب وغيره أنا أين أبدأ أحكي؟ أريد أحكي بأن التنوير أنا بمفهومي التنوير مطلوب والتنوير هو جزء من الدين لأن الدين هو النور الذي نزل على هذا الكون الإسلام وكل الرسل والأنبياء هم حملوا لهذه الرسالة رسالة واحدة رسالة الإسلام الرسالة الواحدة على الأرض هي الحقيقة هو الدين الدين الإسلام والرسالات التي حملوها كل الأنبياء والرسل كانت تتمحور حول هذا الدين فالإسلام هو مبعث التنوير على مستوى الكرة الأرضية الأساس في العهد الإسلامي لنشر النور كان المسجد كان هو البوصلة كان هو المركز كان هو المكان الذي ينطلق منه النور والذي تم بناء فيه الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية التي غطت بنورها أسقاع عديدة وكبيرة من هذه الدنيا أنا أتحدث عن هذول الخطاب التنويري أين المسجد في خطابهم هذا هو السؤال أين المسجد في خطابهم وأين المسجد في خطاب وزارة الثقافة وأين المسجد حتى وزارة الأوقاف حتى وزارة الأوقاف ولا أتحدث عن كل الحكومة الأردنية وكل الدولة الأردنية بكل هياكلها ما هو مكان المسجد فيها الآن الآن المسجد هو مكان للصلاوات الخمس بيفتح قبل ربع ساعة من الصلاة وبسكر بعد ربع ساعة من الصلاة بتأدى فيه صلاة الجماعة وبسكر ويوم الجمعة فيه خطبة موحدة ورقة تتوزع قبل بيوم على كل الخطباء في الأردن بيقرأوا منها طبعا بيقول لك أنه أنا تارك مجال للإبداع وهذا المجال جدا محدود يعني والخوف لأنه فيه عقوبات وفيه منع من الخطابة التخوفات التي تصيب الأئمة والخطباء تجعلهم حتى إبداعهم اللي هم عندهم قدرات ذاتية لكن لا يستطيعوا أن يعبروا عنها أو أن يعني يمارسوها خوفا من أن يفهموا خطأ وأن يفهموا أنهم خرجوا عن السياق المطلوب ويحرموا من الخطابة العديد يعاني من هذا الموضوع حتى الخطباء المبدعين وبالتالي أصبح المسجد مقيد على العكس ما كان سابقا على العكس ما كان مأمولا وعلى عكس ما هو مطلوب الآن نحن لو أردنا أن ننشر التنوير علينا أن نعود إلى المسجد وأن نستثمر المسجد وأن عنا تجارب عنا تجارب كأمة كيف كان استثمار المسجد وكيف كان توظيف المسجد الحقيقي على مستوى الدولة الإسلامية نعود إلى ذلك لكي يعود التنوير ولكي نحاول أن نخطو إلى الأمام على كل المستويات على مستوى التنمية والنهضة حكومة النهضة أين المسجد من خطابها المسجد مغيب والناس تأقلمت على ذلك وعشان هيك اليوم نحن نحكي عن المسجد الآن نحكي عنهم بالمقدمة ونحكي عنها في أول ملف ونحكي عن المسجد ونحكي اليوم ونحكي خلال الحلقات القادمة عن المسجد وعن دول المسجد الذي تم تغييبه وهو سبب ليس سبباً الوحيد ولكن هو سبب من الأسباب لما نعانيه الآن على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية وحتى الاقتصادية والسياسية لأنه إذا كانت العودة حقيقية وجادة وصحيحة إلى المسجد ستكون هي عودة لأساس الحل وهي الشريعة الإسلامية التي وضعت الحلول لكل المشاكل التي يعاني منها البشر تخيلوا الآن قصة سريعة قصة سريعة عن إمام وخطيب في أحد مساجد عمان يدعى الشيخ عمار علاونة يمكن التواصل الاجتماعي يمكن سمعنا عن قصته انتشرت على وسائل التواصل عمار علاونة ببساطة ببساطة هو دارس بكالوريوس أو خلنحكي للتوجيه دارس علمي يعني شاطر كان وجاب تسعة وثمانين بالتوجيه بعدين درس بكالوريوس شريعة جاب جيد جدا كمل ماستر شريعة حافظ لكتاب الله حافظ لكتاب الله مجيد قراءته مبدعة حصل على جوائز عالمية مثل فيها الأردن على مستوى الحفظ وعلى مستوى التلاوة ومشهود له وبأخلاقه وبتاريخه وبشخصه هذا الشاب الطموح اللي حاب يخدم الدين ويخدم المجتمع الأردني ويخدم الناس إمام مسجد في أحد أحياء عمان تم باتصال هاتفي الطلب منه مغادرة منزله اللي عايش فيه عند المسجد يعني اللي يتفرغ لوظيفته وأول شيء تم الطلب منه خلال ثلاث أيام شوفوا الأسلوب والطريقة هذا يعني هو مشروع عالم طالب علم ولديه من العلم الكثير ولم يسبق أن أحد أدانه على أي مستوى من المستويات لا على مستوى لا سمح الله أخلاقي ولا على مستوى تطرف أو تشدد مبارغ به يتم الطلب منه خلال ثلاث أيام تغادر منزلك من وزارة الأوقاف وبعدين مدى دول إياها ثلاث تشهر ودبر حالك كل هذا هذه المواصفات وبعدين منحكي أنه عندنا مساجد ومنشتكي إحنا من إيش نشتكي من عدم كفاية الأئمة والخطباء وعشان يمكن أن نعمل الأوقاف لتعمل المسجد الجامع ومش عارف طيب عدم عندنا هذه الكفاة ليش ما أحافظ عليها لأنه بيقول لك أنه هو أصلا مش موظف طيب ليش ما يتم توظيفه مطلب التوظيف يعني كان رد الأوقاف أنه هو ليس موظفا في الأوقاف وكانت لجنة المسجد هي من يعني وضعته كإمام للمسجد وخطيب وأمنت له المنزل طيب والآن الأوقاف حطت مكانه إمام آخر ليه طيب إحنا ما احترامنا للإمام الجديد ولكن في مساجد أخرى شاغرة هذا المسجد ليس شاغرا هذا المسجد الذي هي إمامه ولذلك يخطيبه وبصلاة بخطبة الجمعة وبصروات التراويح في رمضان يأتي المصلين من أحياء أخرى بعيدة ومن محافظات أخرى حتى للاستماع لتلاوة الشيخ عمار لماذا؟ أنا أتوسم خيرا بمعالي وزير الأوقاف الجديد والحقيقة الدكتور محمد الخلايلة لتأمل أن يعني يعالج موضوع عمار ويعالج موضوع الذي انتشره بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالمنع من الخطابة خطباء لديهم كفاءة مشهود لها وشهادات وعلم يتم منعهم من الخطابة لخلافات سياسية في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان خلافات شخصية ولما أحكي عن خلافات سياسية هي ليس فيها خروج عن لا دستور ولا قانون أردني الكل مع الدستور والكل مع القانون وليس مع تجاوز القانون ولكن أنما يتم التعبير عن رأي سياسي معين أو يعني الدعاء على الظالمين أو الحديث عن يعني أخطاء ترتكب فيها الأمة بصراحة ليتم معالجتها وليتم العودة إلى القرآن والسنة لمعالجة مشاكل وقضايا الأمة وضرب الأمثلة بكيف كان الخلفاء الراشدين وضرب الأمثلة بكيف كان العلماء كالعزبين عبد السلام بائع الملوك وكيف كانت مواقفهم اتجاه أصحاب السلطة هذا ليس فيه مخالفة للقوانين والدستور ولكن هذا يزعج البعض أهواء وأمزجة البعض البعض المسؤول ولذلك نحن نتأمل نتأمل خيرا كونه في عهد جديد أن يكون هذا العهد عهد منفتح يعطي المجال للعلماء ولأصحاب كلمة الحق وكلمة العلم لأن يعتلوا المنابر وإلا لا أفرغت هذه المنابر لا يخرج لدينا إما متطرفون متشددون وإما جاهلون وكلاهما أسوأ من بعضهما البعض سواء أن كنت جاهل أو متطرف وهم يعني المسؤولين غالبا بفضلوا ما بفضلوا المتطرف طبعا ولكن بفضل الجاهلين وإحنا عنا أمثلة ونماذج عن جهل جهل بتلاوة القرآن وأخطاء عديدة وكبيرة بالتجويد وأثناء الخطبة لا يوجد أي مضمون لا يوجد أي يعني فائدة ترجى من كل هذه الجمعة التي تجتمع أسبوعيا والتي كان بالإمكان بالإمكان إصلاح المجتمع أحد أسباب وأدوات إصلاح المجتمع هي خطبة الجمعة التي تم إفراغها من مضمونها ونحن نحكي اليوم عن موضوع الخطبة الموحدة خاصة بعد أن تم تطبيقها يعني زمان لما كنا نحكي عن الخطبة الموحدة كانت مشروع جديد طبما الآن برزت نتائج هذا المشروع هذا المشروع استقر وصل له سنين والآن عم نشوف نتائجه شو نتائجه أتت لنا بالخير أم بدون ذلك خلينا نشوف نتناقش في ذلك خلال سياق الحلقة بدنا نروح للموضوع آخر أيضا قصة أخرى غير قصة عمار العلاونة وهي قصة الدكتور أيمن العتوم هذا الشاعر الملهم والروائي الفذ الدكتور أيمن العتوم أحد القامات الأدبية والثقافية الأردنية بل على المستوى أيضا العربي بهذا الفيديو الذي هو قام بحذفه أيمن العتوم ونحن نعرض فقط لقطات منه لأنه قام بحذفه بطلب رسمي يتحدث فيه عن روايته الجديدة يوم مشهود وهذه الرواية يتحدث فيها عن قصة من قصص الوطن من قصص الكرامة وبطلها القائد مشهور حديثة الجازي وبأسلوب أيمن العتوم الروائي هذه الرواية يقرأها دكتور عمر رزاز مين هو عمر رزاز هو صاحب الولاية العامة في المملكة الأردنية الهاشمي هو رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية يقرأها ويعجب بها وبيحكي لدكتور أيمن إنها من أروع ما قرأت مين عمر رزاز أروع ما قرأت بعضين يتم الترتيب لا عقد ندوة يتم فيها الإعلان وإشهار هذه الرواية بحضور خالد الكراكي دكتور خالد الكراكي الإزدوار ملكي ونائب رئيس وزراء وحضور مجموعة من الشخصيات اللي كلهم اعتذروا اللي مرض فجأة واللي سافر فجأة وبعدين هذه الرواية تدخل من دار النشر اللي بتم طبعتها في مصر كانت على الجمارك بتم وقفها وعدم استماح بدخولها طب ما قبل شوي كانت رواية رواية رائعة وقرأها عمر رزاز وبدو يشرف عليها خالد الكراكي فجأة فجأة تصبح هذه الرواية مرفوضة ويتم منع دخولها إلى الأردن يا سلام طب كيف من وين بطلع القرار من وين بطلع القرار هذا هو السؤال من وين بطلع القرار وكيف وليش ومين اللي قيم ومين اللي قرر وبصفته إيش وما هي كفاءته وما هي صلاحياته لاتخاذ مثل هذا القرار هذا هو حال بالبلد حقيقة غريب غريب وعجيب ويتم إصدار القرارات وأن تأتي متأخرة بشكل فيه من الإجحاف وفيه من محاربة الحريات والآن معروف أنه لا يمكن مصادرة الكلمة هذه الرواية رح تنتشر الآن انتشار كبير ورح يصير فيه إقبال عليها لأنها لو كانت مسموحة يمكن مش كتير عندي فضول أنا كقارئ أن أقرأها ولكن لما أعرف أنها ممنوعة وتصحلي والنسخ ممكن أنها تكون موجودة وموجودة ومن السهلة لحصول عليها يعني رح أقرأها ورح أنشرها ورح يطلال عليها هذا ترويج ترويج لها بالإضافة إلى الإنترنت اللي رح تنتشر عليه هذه الرواية على البي دي اف تنتشر وأي من اعتوهم قال أنا مش فارقة معي لو انتشرت يعني عشان حقوقي ملكية والطباع وكذا ما عندي مشكلة المهم تنتشر وأنها استقرأة وتتفيد منها وتستمتع فيها وبالتالي رح تنتشر فإذن لماذا هذا الانطباع الصورة أنه أنا ضد الحرية أنه أنا ضد الكلمة الحرة أنه أنا الإشي اللي ما بيجي على هواي زي خطبة الجمعة مش على هواي هذا الخطيب بصورف سوارف مش عجبتني بمنعه من الخطابة يعني بدكش تسمعه اسمعه غيره غيره اسمعه البدكية تصليش انت حر بس تمنع الناس تستفيد من علمه وتمنعه من أن يأخذ أحد يعني الأدوات اللي ممكن ينشر فيها الدين كعالم وكذلك هذا كروائي وككاتب وكمؤلف وكشاعر يعني أمر غريب وأمر عجيب الحقيقة بدي أروح الآن إلى تصريحات رسمية أيضا في نفس الإطار المحلي اللي منحكي فيه في ظل منع الخطباء وفي ظل منع رواية المنعتم وفي ظل أكثر من خمسين معتقل رأي أكثر من خمسين معتقل رأي وفي عندنا مبارح حكينا عن معتقلين من حزب جبهة العمل الإسلامي قريب الشهرين ما لهم ولا زيارة ما أحد عارف التهم الأهل مش عارفين يزوروهم أمور خارجة عن القانون الأردني وعن التقاليد الأردنية وعننا إحنا في الأردن هنا على الدول الخامس كانوا يعتصموا عليه بعض الناشطين مركز اسمه مركز الوطني لحقوق الإنسان وهذا تم مركز رسمي يعني من الدولة يعني الحكومة بتختار من يكون رئيسه وبناء على المواثيق الدولية وبناء على ما تم التوقيع عليه الأردن من حقوق إنسان وغير وصار عنا مركز وطني تمام المركز الوطني في ظل كل هالقصص اللي بتدور في إطار الحريات معتقلين ومعتقلين رأيه وروايات وخطباء ومنع ووسائل إعلام ممنوعة وكثير كثير من القصص التي تدور وانتهاكات عديدة يعني لحقوق الإنسان يخرج علينا المركز ليقول إنه إحنا والله مش عجبتنا الهوية الأحوال هوية الأحوال الصورة صورة المواطن الأردني هاي الهوية الأحوال الجديدة الصورة والله صورة مش كثير مناسبة مش منطلعينها كويسة صح يعني ممكن الصورة مش زي صور الإنستجرام يعني مش عاملينها فلتر بس يعني هذه هي القصة يعني اللي شغلت المركز الوطني وما شفنا إليهم أي موقف خلال كل اللي صار موقف عملي يعني غير غير التصريحات يعني يضيع الوقت بالحديث عن صورة هوية الأحوال يا سلام والله إنه الصورة يعني مش كثير يعني تنتحك حقوق المواطن إنه هو بيحب يكون جميل وهنا الصورة مش جمليته 100% طارعة زي الأبيض والأسود بدنا إياها صورة إنستجرام يكون عليها فلاتر وكل واحد يختار الفلتر اللي بده إياه ويحطها على هويته ويحط الخلفية يعني هنا مش مشاكل البلد والمعلمين اللي تم الاعتداء عليهم وتم تكليف المركز الوطني بمتابعة هذا الملف لغاية الآن لغاية الآن لم يتم تحريك ساكن ولم يتم التعرف على من الذي قام بالاعتداء وما هي العقوبات التي يعني قدمت لهؤلاء شيء غريب يعني في كثير كثير أولويات ولكن نجد أن هذا المركز لا ينشغل إلا بهذا بمثل هذا الموضوع حتى لو تحدث عنه في سياق مواضيع أخرى ولكن مجرد ذكره وإنت مش منجلس شيء على أرض الواقع على مستوى مواضيع وملفات ساخنة هو أمر يعني مثير لل على الأقل للاستغراب استغراب فاتحين مركز ومبنى ومكان استراتيجي يعني القطعة الأرض هاي لحالها يمكن اثنين مليون وموظفين ورواتب وامتيازات على إيش إذا ما في أي قيمة مضافة على إيش هو ديكور زي ما حكى عبدالكريم الدغمي عن كل مجلس النواب في العبدالي ديكور ومنحكي عن النائب الوحيد اللي من 1989 لغاية الآن 2019 منحكي عن 30 سنة نائب 30 سنة ما في حدا بالأردن 30 سنة نائب اللعب بالكلمة الدغمي وبعدين بيقول لك مجلس النواب ديكور طب شو نحكي عن مركز الوطني العاد شو بدنا بالمؤسسات الديكورية احنا شو بدنا بهذه الأدوار الديكورية بس عشان يكون عندنا مسميات معينة اللي يأتي لنا القادم بالتعديل الوزاري وزير النقل وزير النقل اللي يعني أثير أصلا حوله وحول تعيينه واختياره العديد من يعني الحديث اللي هو خالد سيف خالد سيف كان مدير الحركة بالسيف وي يعني بأحد المحلات التجارية الشغل مش عيب بس مش معناته مدير الحركة يصير وزير النقل مش منطق وبعدين كان مدير ببيعات أو اشي بشركة خاصة أخرى شركة سيارات يعني ويقال انه قدم لوظائف في وزارة النقل وتم رفضه لعدم موجود الكفاءة الآن أصبح وزير النقل أنا قلت يعني انه كونه عشان يمكن السيفي ما ساعدته يعني السيفي ما ساعدته ودراسته ما إلها علاقة أي شيء له علاقة بالنقل يعني ما ما في شيء يدور حول النقل وهو ليس ابن وزارة النقل وتلك الوزارة وزارة النقل اللي أشرف عليها خلال ست سنوات عشر وزراء عشر وزراء خلال ست سنوات يعني الوزير الوزير يدوب ما بيكمل سنة سبعة تمنت شهر طيب اختاروا وزير جديد اسمه خالد سيف ولا يوجد إشي عنده بالسيفي بأهله أنه يصير وزير نقل أنا قلت ممكن يكون في شيء خاص يعني الرزاز اكتشف شيء خاص بخالد تيف بشخصيته بفكره بإبداعه أنه راح يقدمه للنقل في الأردن وبأول تصريح توقعت أنه يحاول يضحض الإشعاعات اللي قللت من قيمته ومن أهميته ومن كفاءته لتولي هذا المنصب خاصة أنه إجاب بعد وزير نقل المارخة صعونا كان أمين عام الوزارة وابن الوزارة ومطلع على كل تفاصيلها حتى يصير موزير مسؤول عن شبكات الطرق والنقل في الأردن ومسؤول عن المينة وعن الموانئ والبواخر ومسؤول عن الجو والطائرات وشركات الطائرات ومسؤول عن كل شيء في إطار النقل في الأردن وضبوا حتى الأرصاد الجوية بعد tätه دخل الأرصاد الجوية بالنقل وقالوا هذا في إطار الدمج واعادة الهيكلة ما بتكفي لوجبة لوزير وجبة او وجبتين عشان اكون من دقيق وجبة غدا ووجبة عشر هحكي عنها كمان كمان شوي ما بتكفي لالفين دينار اللي هم عملوا اعادة هيكلة وحملونا جميلة ونزلوا خبر انه اعادة هيكلة وهي التوفير فيها على كل حال شو صارت راح وزير النقل انتشر تصريح الو بقول بانه سبب الازمة المرورية سبب الازمة هي زيادة عدد السكان وبعدين قالوا لا والله هيك تحريف لتصريحه الاصلي انا بأعرض لكون تصريحه الاصلي تصريحه الاصلي شو حكا وزير النقل نمو السكان واللي هجرات اثرت على قطاع النقل في الاردن يعني ما كان شي اقتطاع كبير انه قالت سبب عزمة السير زيادة عدد السكان هو يعني التصريح الحقيقي شبيه بذلك وانا قرأت كل التصريح وهيوا امامكم ومنقول عن صحيفة الرأي الحقيقة ما في اي فكرة هايوا قدامكم اللي بدوا يقرب على التلفزيون عشان الخط صغير يقرأ وعشان ارى يحكم ما في داعي تقربوا ولا تقرأوا لانه ما في شيء يعني انشى هذولا كلهم الفقرات على اليمين وعالشمال انشى ولا في اي فكرة جديدة ولا اي شيء يبشر انه والله قطاع النقل في الاردن رح تنحل مشاكله يعني بدي اعرض لكم هيك بشكل سريع انه بقول وزير النقل انه الوضع الحال لقطاع النقل يتطلب فهم اوسع لمفهوم النقل المستدام لصانعي القرار والخبراء الاستراتيجين وطنيين جنب الى جنب الى معرفة الاثار الايجابية التي ستنتج منه اذا حدا فهم اشي راجعني وباقي الكلام نفس الشيء طيب يعني هنا الفكرة اختيار الكفاءات واختيار الوزراء واختيار من يتولى هذه القطاعات ونحن نحكي عن قطاع النقل هي حق التجارب هو حق التجارب انا بدي يجي وزير وزير نقل يحكي لي كيف بدي انقل الاردن خلال مش سنة ولا سنتين ولا خمسة خلال عشر سنين اعمل شبكة سكك حديد بين المحافظات يصير من الرمثة للعقبة بساعة ونص بالقطاع السريع بالكبسولة اللي الان اصبح موجود في الدول المتقدمة حتى بالسعودية عم بتم تركيب هذه الكبسولة سرعة فائقة اصير انا من هون بعمان بدي اروح على العقبة بدل ما اقعد اربع ساعات على الطريق الصحراوي واحتمالي لموت نسبته عالية جدا وطريق سيء واذا بده اروح من طريق البحر الميت اسوأ واسوأ وصايد واحد وجمال بتجيني على الطريق وكذا وما احد بيعيه في حاله عبالما يروح ويرجع اربع ساعات اربع ساعات ثمان ساعات يعني مستحيل واحد يروح يوم واذا بدوش يروح يوم بدو ينام واذا بدو ينام بدو يدفع على الاوتيل واليوتيل تكلفة غير عادية بيروح على شرب الشيخ أو بيروح على اسطنبول أو فر له منه يروح على العقبة قصة يعني كل هذه التفاصيل اللي أنا بحكي لكم عنها يروح بساعة زمن بديش أحكي لكم بربع ساعة بساعة أوصل العقبة ممتاز طيب ممتاز وبقطار آمن وهذا وترددات سريعة أنا بدي واحد يحكي لي عن ربط المحافظات بسكك حديد بشبكة مواصلات قوية بأن الواحد يستغني عن السيارة سبب رئيسي من الأزمة أن كل واحد يصير يشتغل بديه سيارة بديه سيارة عشان يروح على شغله لو بديه ياخذ قرد وبياخذ قرده بشتري كيا سيفيا ولا أفانتي ولا شو مكان اللي هم يكون عنده سيارة ليه لأنه ما في شبكة مواصلات لأنه يا بتبهدل وبتشعتل وما بتهنى أو أنه إذا بدي أحافظ على حالي بدي شبكة مواصلات قوية عشان أنا ما أشتري سيارة وأرتب على حالي قروض من أول سنة شغل حل المشكلة بدي أسمع عن مشاريع استراتيجية كيف أنا رأي كنت بألمانيا وكنت بأوروبا وشوفت الواقع وشوفت وكيف بدي أطبق التجربة الألمانية على الأردن يحني هاي القصص الجغرافية الأردنية أنا أكون عندي رؤية جغرافية الأردنية بعمان وبالمحافظات أنا أشي اللي بيبقلها من وسائل المواصلات بدها من بترو من تحت الأرض ولا بدها من فوق الأرض أشي اللي بيناسبنا وكيف بدنا نعالج المشاكل هذا اللي ينتظره الواحد يعني من وزير أثير عليه كل التشكيك وطلع فحلا التشكيك في مكانه إلا إذا صاره مش يعني مفاجأة كبيرة وقلت لكم على سيرة موضوع التوفير الـ 2000 دينار 2000 دينار عشان أنقل هيئة الأرصاد الجوية بدلا ما تكون هيئة مستقلة إلى وزارة النقل هي أقل هذه التكلفة أقل من تكلفة غدا وعشى وزير المياه رائد سعود خلينا أفرجيكم فاتورته اللي انتشرت على مواقع الخبارية فاتورته بالعقبة وزير المياه اللي إحنا بحكولنا هم وزير المياه نفسه بقولنا أنه إحنا ثاني أفقر دولة في المياه على مستوى كل الكوكب كوكب الأرض إحنا هذه الدولة الأردن ثاني أفقر دولة شوفوا الفاتورة أمامكم الآن هذه فاتورة للوزير ولأمين العام وبعض المرافقين يعني من وزارة المياه هاي القست نيم هاي أسماء الضيوف لأحد الفنادق في العقبة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة ورائد سعود هو الثالث مكتوب أبو سعود رائد هذا الوزير كأنه هاي الـ invoice value اللي هي تكلفة كأنه كل واحد نازل بغرفة يعني لأنه كل واحد له تكلفة مختلفة الوزير أعلى واحد ثلاثمئة وثلاثة وخمسين دينار ثلاثمئة وثلاثة وخمسين وفيه ثلاثة أو ثلاث مئة وثمانئة وثمانئة دينار اللي هي تكلفة يعني مش محطوط أشي بس ممكن تكون الإقامة أنا بدي تركزولي على آخر واحدة اللانش أند دينار بس ما بتعرفوا الأوتيلات بيكونوا شامل بس الفطور طبعا يفترض أنه الواحد اللي بيفطر الفطور أوتيل يعني ما يتغداش ممكن يتعشى بس ما يتغداش لأنه فطور بوفي وكذا فغالبا ما بتغدى لكن هم مرفين على الحال هم بدون يتغدوا مش عارفهم يراحين يعني عمل على العقبة ولا سياحة تغدوا وتعشوا بتكلفة تسعمية وخمسين دينار تسعمية وخمسين دينار وهذا كله بتاريخ واحد هايوا قدامكم اثنى اثنى عشرة الفين وتسعة عش كله هذا التكلفة شايفينها تحت التوتل الفين وثلاثمية وخمسة وثمانين دينار اكثر من تكلفة يعني دمج لهيئات المستقلة الفين وثلاثمية دينار او غريبا الفين واربعمائة دينار كل هاد مقابل ليلي ليلي طب ما انا لما تحكيلي تقشف وتحكيلي ووفر وتحكيلي وانت بس بتتغدى وتعشب تسعمية وخمسين دينار اللي هو هذا كم عيلي بيعيش على مستوى كم يوم تسعمية وخمسين دينار تسعمية وخمسين دينار عشان عشاء وغدا هذا هو الاستهتار وهذا هو اللي بيجعل المواطن الاردن الحقيقة يعني ما يكونش متجاوب مع لا تصريحات الحكومية ولا التوجهات الحكومية لما يطالبوا بالتوفير وغيره بس بدي اختم بشغلة حلوة قبر حلو اجابة يعني في اطار انه احنا هيكي بنا نتقدم نتطور ونصير زي هالدول المتقدمة على مستوى العقوبات زي ما على الدعاء الحكومة والرسميين انه السجين بيكلف سبعمية وخمسين دينار كان في عقوبة هي في اطار العقوبات المجتمعية في جرش واحد بيقطع اشجار حرجية تم فرض عليه عقوبة بدل انه ينسجن ستة شهر شو بيفيدنا انه ينسجن ستة شهر وقطع شجر برجع بيطلع ويقطع شجر فرضوا عليه المحكمة فرضت عليه اربعين ساعة خدمة مدنية في المحمية مع الغزلان ومع الشجر بدوا يخدم الغزلان ويخدم الشجر ويشتغل اربعين ساعة بدل ما ينسجن ستة شهر انا اعتقد انه هذه العقوبة رائعة جدا وهذه شيء من الاشياء الإيجابية اللي بتصير في البلد احنا منبحبش على الإيجابيات تبحبش هاي لقينة إيجابية بتفعيل موضوع العقوبات هذه المجتمعية وبدل ما ينسجن ستة شهر بيخدم من المجتمع ربعين ساعة ويمكن يصير صديق للبيئة صديق للطبيعة صديق للغزلان صديق للأججار ويبطل يرجع على موضوعه بقطع الأججار لتحقيق مصالح شخصية واحنا كل الأردن واحد بالمية فقط الأراضي الحرجية وكمان نقطع شجر فيها نختم في هذا الموضوع وفي هذه إن شاء الله تتعمم أيضا ويصير زي أوروبا وزي أمريكا من مثل هذه العقوبات التي تعود بالنفع على الشخص وعلى المجتمع بدلا ما ينسجن ستة شهر ويكون قاعد مع المدمنين يطلع مدمن على كل حال نكتفي الآن بهذه الأخبار كنا حابين نروح إقليمي وعالمي منروح خلال الأيام القادمة إن شاء الله ولكن أخبار المحلية أيضا عديدة اشتركوا في القناة